نحن نحن نطلب من العريس ان يجيب المطبخ كزا كتعة عشان يكفي البهارات والبرتمانات الفاضية وتقم الكسات تحت الايس كريم وتقم الجيلي وتقم الرز بلبن بعد الجواز بسنة أو سنتين تخش المطبخ تلاقي البهارات كمكمت ما تكسبير حدش بيستخدمها الكسات الايس كريم تستخدم مرة كل سنة و سنتين والسبب غير معروف البرتمانات الفاضية ديت محدش بيحاول لها خالص نقفش على العريس و ممكن نبوز الجوازة عشان عاوز يسكد بنتنا في شقة ميت متر بس في تجليز نقف على السلاب والمحبوب والبطرة علشان الارضيات والسراميكا وبعدين نحشي البيت بسالون وليفنجروم وانترين مدهب او مودرن كمية عافش تكبيرك انك نمشي الزجاج داخل البيت عشان تعاف توصل من نقطة الف لنقطة بيت تبدأ تغرق البيت بسجاد يغطي على رسمة المقدسة بتاعت السراميكا اللي كان ها يتير في رقام وعلى سبيل الصدفة نكتشف ان فيه ستين سنتي في مئة سنتي كنا نسيانهم نبدأ لبصمة شفايفنا ونقول محتاجين هنا مشاية ايوه جاج وعاكدين شاي واربعة سائع للبهوات انتشهت في امريكا التاني هوس والستوديو انهم كانوا مخضوعين زينا زمان بالسطورة تملك الدريم هوس منزل الاحلام واكتشفوا انهم مش متملكين اي حاجة وان الموضوع عبارة عن عقب ايجار عادي ممكن في لحظة تعصر سداد يتسحب منهم ويلاقوا نفسهم في الشارع لا تخليش العادات وتقريد البالية تضغى على رغباتك الحقيقية لا تسيبش نفسك للموضة والاعلانات تشتغلك وتحددلك ايه هو الموسم ليك و ايه اللي مش مناسب اصرف على قد مكانياتك وابدع عن القوة الشرائية الوهمية اللي متسبة من كاردة او كريدت او تقصيد على عشر سنين من الاخر احتفظ باللي هتصحدمه فعلا و لو حال اعجبتكم يريد التعميله الشيرة حتى يمكنه استفاد ونحسن نتفل من الله ونسعد من الناس المشاهدة الله كان معكم احمد الوعرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته